متابعي قناة أسرار أسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها الجدل الحاصل حول حديثة الاعتداء على نائب عبير موسي عبير موسي اللي استفادت من هذا الاعتداء بسبب غباء خصومها السياسيين اللي هي حابة الجرهم إلى هذا المربع وهو ما سقتوا في هذا الفخ اليوم نحكي وعلى أراء بعض نشطاء السياسيين بعض الأطراف السياسية المعروفة في البلاد بعض الأعلمين وتعليقهم على هذا الموضوع وكيفاش كانت قراءتهم لهذا الاعتداء وصورة تونس في الداخل وكذلك في الخارج في ظل الأزمة الوبئية الخطيرة في البلاد فضلا وليس أمرا كانت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تفعل الجرس بيش تصلكم الفيديوهات القادمة مرحبا بكم نسيكل مرحبا بتفاعلتكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو نحكيه اليوم على موقف محمد عبو الوزير السابق في حكومة اليس الفخفيخ الاستقال وكذلك غادر حزبه التيار الديمقراطي كان هو الأمين العام سابقا للتيار الديمقراطي زوج نائب سيميا عبو تعرفوها نسيكل بتصريحاتها ومدخلاتها في مجلس نواب الشعب اليوم في حوار ليه محمد عبو علق على اللي صار في البرلمان فضيحة البرلمان فضيحة الاعتداء على عبير موسي من قبل النائبين صاحب اسمارة كذلك نائب سيف الدين مخلوف اللي ضربوها زوج واللي سيف الدين مخلوف معناه في حركة رمزية شقة عليها الفلوس وقالها اللي ينسي تتبع وتتشري واتهمها بالعمل محمد عبو قال اللي حدثت اعتداء نائب صاحب اسمارة على رئيسة كتلة الدستوري الحر وصف هذا الاعتداء وقال اللي هو كيرثة ومشهد قذر جدا من ناحية الإنسانية والأخلاقية والقانونية وأكد أن القانون يستوجب التتبع الجزائي وحتى إصدار بطاقة إداء بالسجن في حق صاحب اسمارة لأنه كان في حالة تلبس والفيديو اللي عملها موثقة وشافوها عشرة الأليف من أتوينس وهو يعتدي على نائب عبير موسي فهذا أمر مرفوض وحتى الحصانة ما تنجمش تمنع صاحب اسمارة طالب محمد عبو بضرورة إصدار بطاقة إداء بالسجن في حق صاحب اسمارة وقال ما تعرضت له عبير موسي وجعلي قلبي هذا محمد عبو اللي التيار الديمقراطي وسيمي عبو يعني ما تتفهمش برشا مع عبير موسي فما برشا مشاكل بنيتهم ولكن هما حسب المبدأ يعني نجموا يتخليوا على الخصومات جانبا ولكن مبدئيا هما ضد العنف ورجل يعنف امرأة وأكثر من هذا هما نواب الزوز معنى هما اللي يشرعوا في القوانين لحماية المرأة من العنف فما رجال في تونس يعتديوا على النساء بالعنف أمام أعين الناس الكل فما بالك بالمجتمع التونسي كيفاش فما أكيد فما الحالة هذه وهذه ليست إلا عينة بسيطة لما يحدث في المجتمع التونسي فما ناس تشكي فما ناس ما تشكيش فما ناس تاكلها وتسكت ولكن للأسف شديد هذا ويقع لكن النخب اليوم يعني يعملوا هذية الكل عليش اللومو وإلا كيفاش اللومو على المواطن العادي شنو اللي صار بين سيف الدين مخلوف وعبير موسي والتبريرات اللي يلقاهم هو اللي أول مرة يحكي عليهم وقال هي معناها عملتهم بش استفزدتوا بش هو ضربها شنو قال؟ هذا قال اللي هو قتله ميكش راجل سامحوني في الكلمة الكلمة هذي استفزدت سيف الدين مخلوف وقال اللي هو بعد من الكلمة هذي قرر أنه يضربها وتوجه لها وضربها ولكن فما تعليق عجبني حبيت نشيركه معاكم سامير الويفي الأعلامي اكتب تدوينه على هذا الموضوع وقال سيدة عابير موسي أساندك ضد الهمجية والعنف الاعتداء حتى لو افترضنا أنك قلت له فعلا ميكش راجل فهو لم يثبت أنه راجل باعتدائه عليك بمعنى ليعتدي على مرأة روما هوش راجل ولو رد عليك بأسلوب أرقع لا وجب علينا مساندته لو كين رد تفعل سيف الدين مخلوف رد فعل راقي واقترنا ما سندنيكش انتي ولكن واقترنا سندنا سيف الدين مخلوف ويقول سامير الويفي لو رد عليك بأسلوب أرقع لو وجب علينا مساندته ضد عبثك واستفزازك وعنفك اللفظ لكنه عدوغ بمثل عديد أعدائك الأغبياء الكثيرين الذين يصنعون وجودك بعنفهم ويضخمون شعبيتك باعتداءاتهم ويجددون بروزك كلما انتفأتي بإهدئك دور الضحية وقد أسقط عنك تهمة الاستفزاز والعنف اللفظ المقرف حين مد يده طويلة عليك لكن لا تنسي يا سيدتي أن ما نعتد عليك بالعنف هو صنع وتكون وتربى سياسيا في التجمع وإن لم ينتمي إليه مثلك فهو ابن تلك المنظومة والمدرسة وكان بوقا لنفس النظام الذي كنت صوتا من أصواته تدافعان عن نفس السيستام والحزب الواحد الأحد وهو أنتاج مدرسة الرأي الواحد الطاغ المتجبر المتغطرس الذي لا يرد على الكلمات سوى باللكمات كما يفعل المتطرفون اليوم توجه كل اختلاف هي إذن نيران صديقة وتربية عريقة يتهم سيف الدين مخلوف بأنه هو اللي كان في التجمع الدستوري الديمقراطي حتى ولو لم يعلن ذلك صراحة ولكن يقول اللي هي نيران صديقة معلومات يمكن لأول مرة تتقال معلومات يمكن برشا ناس ما يعرفوهيش هذي ولكن على كل حال برشا أطراف قالت اللي عابير موسي كنت مفتعل الحادثة متاحة افتعلت حركة النهضة باشتخبي على الندوة الصحفية اللي عملتها هيئة الدفاع عن الشاهدين شكري بالعيد ومحمد الإبراهمي بالنسبة للمرصد الوطني للدفاع عن مدنيات الدولة أعلن وأنه رجل الغنوشي فقد شرعيته ودعا نياب العمومية إلى تتبع كل من النائبين صحب اسمارة وسيف مخلوف بعد ما اعتدوا بالعنف على رئيسة الدستوري الحر عابير موسي تحت قبة البرلمان أدين المرصد أيضا موقف رئيس البرلمان اللي وصفه بالمحتشم وموقف رئيس الحكومة اللي عمد إلى تميع الأحداث بالتعرض إلى اعتداء خيالي ضد أعضاء الحكومة واعتبر أن التعفن الذي وصل إليه مجلس النواب برئيسة الغنوشي من تآمر على مصالح الشعب عبر تمرير مشروع اتفاقية استعمارية بالقوة نحكيه على الاتفاقية القطرية اللي تم تمريرها ومن تعنيف ميدي شنيع للمعارضين قد أفقدوا نهائيا مشروعيته وهذا يعني خلي حل البرلمان مطلب شعبي اليوم ومطلب أساسي بالنسبة لكل المتابعين لأشأن السياسي في البلاد التونسية نحكيه وزيد على أن البرلمان صادق رسميا على اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية وتم فتح مكتب للصندوق بتونس في ظل الحالة من الاحتقان بسبب إقرار المجلس عرض هذه الاتفاقية على الجلسة العامة وصار اللي صار خلال هذه الجلسة وعبير موسي حاولت منحها إلى أنها تعرضت إلى الاعتداء من قبل سيف الدين مخلوف وصحبي إسمارة داخل قاعة الجلسات وتسئلت عبير موسي لأنها اليوم مهدى ولأنه من حقها أنها تلبس الكاسك والجيلة هذه الواقية من الرصاص وقالت هما دي ما يقولوا اللي هي تفلم ولكن اليوم تعرضت للاعتداء بالعنف حقيقياً